اشتركوا في القناة يستهلها المهندس عدلي بالحديث عن الأصالة خير أستاذ إبراهيم لا يوجد شيء كاشف حقيقي إلا في موجهة محنة أو كارسة المشاعر هنا لا تستطيع تزيف أن كنت كارها يظهر كرهاك إذا كنت صادقا ومحبا وملتحما ومؤذرا بالتأكيد بيبان عليك وقت المحن تعرف الرجال فأنت ما من موقف سواء يتعرض لهم مسيحي أو مسلم إلا وتجد هذه اللحمة وهذه الأصالة وهذه الجينات الوحدة اللي في المكون المصري أيما كانت انتماءاته وعقائده تظهر فجأة بلا مزايدات وتجد الذي ينقذ المسيحي هو أخوه المسلم والذي ينقذ المسلم هو أخوه المسيحي وتظهر فعلا حقيقة هذا الشعب الجميل الطيب العريق بأصوله المتجذرة التي لا يستطيع أحد أن يعبس بها حتى لو كان هناك من لا يفهم هذا الأمر جيد عشان كده خلونا بداية ننعي رحيل هؤلاء الضحايا الأبرار في حدث حريق كنيسة أبو سيفين في إنبابة تغمن الله أرواح هؤلاء الضحايا الأبرار بواسع رحمته وربنا يشف المصابين بإذن الله تعالى ويخرجوا سالمين ولأسرهم كل الدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله كارثة إنسانية بدون أي نوع من التزويع ولا المزايدات والعالم مليء بمثل هذه الأحداث المؤلمة ولكنها في مصر لها طعم ومزاق خاص طعم مكاشف يكشف وحدة هذا الشعب بداية خلونا نشوف أبرز ما في الحلقة من عنوين مقالي ومقاله هي دي مصر والغربال شهادة من تونس وبعضمة لسانه تلوين الفار عار والشموع الحمراء علي بك أبو الفتوح وفي أسرار الملك الموت عشقا وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة تلوين الفتوح تلوين الفتوح